هو الزهري الذي يلون معظم دول العالم خلال شهر تشرين الأول ليذكر بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وضمان نسب شفاء عالية منه وتجنب رحلة علاج منهكة جسديا ونفسيا وماديا سرطان الثدي الأكثر شيوعا بين النساء والمسبب الخامس لوفاتهن حيث يسجل سنويا أكثر من مليون ونصف مليون إصابة جديدة ونحو 570 ألف حالة وفات في لبنان يشكل سرطان الثدي نحو 40% من مجمل الإصابات السرطانية لدى النساء كما أن أكثر من 40% من الحالات تصيب النساء دون سن الخمسين آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارات الصحة تشير إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة إصابة اللبنانيات بهذا المرض السجلت نحو 2500 إصابة عام 2015 مقابل 1993 عام 2010 كما أن الحالات المسجلة تنقسم بينما تم الكشف عنها مبكرا وبين متقدمة من الصعب شفاؤها هدف جديد راح منحقه ضد مرض خبيث بيهدد نص الشعب اللبناني بل حج عمل الصورة الشعاعية للثدي تحت هذا الشعار تأتي الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة لهذا العام والتي تنطلق من مدينة كاميل شمعون الرياضية بمباراة ودية في كرة القدم وتشكيل أول وأكبر إشارة توعية من نوعها في العالم مكونة من 8000 كرة قدم زهريات اللون قمنا بها الحملة هالسنة بطريقة شوية مميزة أول شغلة اتمددت لأربع أشهر بدل تلاتة شهر ب131 مستشفى ومركز كاشف على الأراضي اللبنانية كافة بالمستشفى الحكومية 28 مستشفى الفحص مجاني كليا بالمستشفى الخاصة ومراكز التشخيص بيكون رمزي يعني تقريبا بحتوى 40 ألف ليرة بدل 100 ألف ليرة كمان منها كثير غالية وتعتبر هذه الحملة من أكبر حملات التوعية في لبنان من حيث عدد الشركاء والفئة المستهدفة والاستمرارية إذ أنها بدأت منذ 16 عاما نحن بعضنا مصرين أن نكتر عدد السيدات اللي بيعانوا الكشف المبكر ليصل إلى 70 ألف سيدي إن شاء الله هالسنة هذه إذا تم الكشف مبكرا نمت بحالية أكثر من 95% بشفاء كامل ويبقى الكشف المبكر هو السلاح الأقوى للحد من انتشار هذا المرض الذي يشكل الداء السرطاني الأكثر شيوعا وتكلفة في لبنان